بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتك وشركات التمويل في سوق الفوركس هنحاول في هذا الفيديو لعله هو اطقم فيديو عملناه عن شركات التمويل بس عملناه بالنظام مختلف عملناه بالنظام الفصول في اليوتيوب بحيث ان احنا ادركناه في الاسفل العنوين الرئيسية لهذا الفيديو بحيث ان انت تدخل على العنوان اللي انت عاوز شرح بالنسباله طيب خلينا نتناول اول شركة بالنسبالنا وهي ايودا سيتي كابتل تمام؟ شركة ايودا سيتي كابتل من الشركات المحترمة للغاية وهي شركة انجليزية رائضة في المجال والحقيقة لما تروح لتراست بوليت تلاقي التقييمات الخاصة بها هي تقييمات ممتازة للغاية واخده طبعا 461 ريفيوز الممتاز 89% والجاية 8% لكن امر طيب كل التعليقات بتقول شركة محترمة الرجل ده سحب 740 دولار رغم ان هو بيقولك مفروض يسحب 750 فمش عارف العشرة دولار راحه فين لكن ممكن تكون رسوم او حاجة من هذا القبيل طيب خلينا نشوف بقى الشركة وعيوبها طبعا الشركة بتطلب اللي انت تعمل اختبار او تقييم تقييم عبارة عن مقابلة مقابلة اما تكون مقابلة عن طريق سكايبي او بعض الاسئلة يتم طرحها على البريد الالكتروني وتجيب عنها يعني المقابلة دي بتكون سهلة للغاية تمام؟ بعد المقابلة بيقولك تقدر تدفع الرسوم الخاصة بهم الرسوم الخاصة بهم وهي موحدة انت بتدفع في البداية 199 باوند وبعد كده هما بيعفوك بيقولك والله الشهر الاول انت معفي من مسألة رسوم المنصة الشهر التالي انت هتدفع 99 باوند تمام؟ طيب بعد بتدفع 99 باوند كل شهر انت بتدفع 99 باوند تمام؟ طيب خلي بالك بقى من امر مهم جدا بيقولك ايه؟ بيقولك والله انت هتاخد حساب حقيقي ب 15 الف دولار تمام؟ برفع واحد الى خمسة الرفع ديت طبعا هي ابرز عيوب شركة ايودا سيتي كابتل لان واحد الى خمسة ديت انت بتتكلم في نص لوت تمام؟ انت هتفتح نص لوت ابرز عيوب هذي الشركة انه هو بيسكر الصفقات لو انت عملت الصفقات وجاء خبر بيحذرك يقولك والله في خبر سيأتي الساعة الواحدة زهرا فانت قبل هذا الخبر لابد ان تكون قد سكرت صفقاتك تمام؟ يحدد لك مثلا الساعة 12 الساعة 11 ايا كان لانه بعد كده هو بيدخل بنفسه بيسكر الصفقات لو انت لم تمتسل للتعليمات بيبعث لك على البريد الكترون وبعد كده يسكر لك الصفقات ده ابرز عيوب هذي الشركة انه هو يسكر لك صفقاتك تمام؟ فانت للأسف الشديد لابد لو انت اردت انك تعمل مع هذي الشركة انك تشوف الاخبار تمام؟ وتتداول في وقت عدم وجود اخبار او فلاتيلة عالي في السوق لانه ايضا لو هناك حركات فلاتيلة عالي او ترقب الاخبار سيسكر لك الصفقات ويقول لك والله السوق غير مريح يعني فالافضل انت تسكر الصفقات فطبعا افضل اوقات المتاجرة بيكون في ظل هذي الاخبار يعني الفلاتيلة العالي والحركات العالية دي فيه ناس بتعمل مصاري لكن الرجل عشان هو اعطاك حساب حقيقي فهو خايف على المصاري الخاصة به تمام؟ طيب ده تاني عيب بالنسبة لي يعني هو اول عيب اللي هو واحد الخمسة وتاني عيب هو اخطر عيب اللي هو حكاية اغلاق الصفقات تمام؟ تالت عيب مسألة ان انت هتسحب لما تعمل عشرة بالمئة ليه؟ لان انت اه ممكن هنا الف وخمسمية فمفيش مشكلة هنا تلت تلاف مفيش مشكلة لكن بعد كده هيبقى الست تلاف هنا بعد كده اتناشر الف هنا اربعة وعشرين الف هنا تمانية واربعين الف علشان اقدر اطلب طلب صحب لازم اعمل هنا تمانية واربعين الف دولار علشان اسحب ده بقى اللعيب الثالث اسحب خمسين بالمئة مشكلة هذه الشركة ان هي مستمرة في مسألة الخمسين بالمئة في كل المراحل تمام؟ في كل المراحل انت هتحصل على مشاركة ارباح خمسين بالمئة ما فيه الزيادة يعني المفروض كان اخر مرحلتين يبقى ستين بالمئة سبعين بالمئة وهو عشرة بالمئة يعني دي ميزة جميلة جدا ان دروغ داون عندك هنا عشرة بالمئة هنا الف وخمسمية هنا تلات تلاف هنا ست تلاف هنا ست تلاف هنا اتناشر الف هنا اربعة وعشرين الف هنا تمانية واربعين الف تمام؟ الشركة ايضا من عيوبها ان هي لها تحب السقالبنج السريع ده عن تجربة يعني لما تشتغل السقالبنج سريع يحذروك كده يقولك لا احنا مش عايزين الكلام ده مش عايزين المتاجرة السريع لان انت تدخل اكتر من صفقة يومية ديت لا الشركة ما تحبش كده تمام؟ من عيوب الشركة ايضا النموه النموو النسبة للشركة ربعمية وتمانين الف دولار يعني انت ستصل الى ربعمية وتمانين الف دولار فقط لا غير في حين شركات كثيرة 2 مليون دولار 3 مليون دولار 4 مليون دولار وهكذا 10 مليون دولار وهكذا لكن الشركة دي بتقولك انت اقصى طموحاتك عندنا هي ربعمائة وتمانين الف دولار لما كنت مع هذه الشركة واردت ان انا افتح حساب اخر فقالوا لي لا هو حساب واحد فقط تمام دي من ابرز ايضا عيوب الشركة ان هو انت لا تستطيع فتح الا حساب واحد تمام طيب نحسبها بقى وجدية العمل مع هذه الشركة اولا الشركة ذاتها مصدقية عليها يعني مسألة انك هتسحب منها هتسحب منها ما فيش اي مشكلة المشاكل اللي يتقابلك معهم هي فقط ان عدد اللوت اللي هو الصغير الواحد لخمسة ده ده مشكلة والمشكلة الاكبر في عملية اغلاق الصفقات وقت الاخبار تمام دي المشاكل اللي يتقابلك مع هذه الشركة فقط لا غير تمام طيب وبالنسبة واردك للسكالبينج السريع هما لو تلك ما بيحبوش حكاية السكالبينج السريع تمام لو حسبناها جدية الاشتراك مع هذه الشركة انت بتدفع هنا طبعا 199 باوند وبتدفع ايضا 99 باوند بالنسبة للاشتراك الشهري للمناصة لو افترضنا ان انت اشتغلت لمدة عام لمدة 12 شهر مع هذه الشركة ودفعت 199 باوند ديت لمدة 12 شهر فانت 200 في 12 بـ 2400 يبقى انت دفعت 2400 باوند عزرا 99 باوند في 12 هنقول 1200 باوند اضافة الى 200 يبقى 1400 باوند 1400 باوند دفعتهم طوال العام انا دفعت دلوقتي 1400 باوند ايه اللي عائد علي هي خلال عام كامل لو تقدر ان انت تصل في عام كامل الى الـ 480 ألف دولار ده يبقى زي الفل ليه؟ لان انت هتسحب صحبات جيدة انت هنا في الـ 480 ألف طبعا انت لما تعمل 48 ألف دولار فانت هتسحب 24 ألف دولار يبقى انت هنا سحبت 24 ألف دولار وصحبت هنا 12 يبقى 36 ألف دولار تمام؟ وصحبت هنا 6 يبقى 42 ألف دولار وهنا يبقى 45 ألف دولار 46 ألف دولار ونصف 47 ألف ميتين وخمسين يبقى انت كل الصحبات ديت هتسحب كام؟ 47 ألف دولار وخمسمية تمام؟ فهل هي مجدية؟ بالنسبة للشركات الأخرى مش مجدية قوي بصراحة شديدة بالنسبة للشركات الأخرى يعني هنتناول طبعا شركة FTMO FTMO دي لوحدها انت ممكن تشتغل مثلا لمدة شهر واحد فتحقق التارجت الأول اللي هو العشرة بالمئة وبعد كانت تحقق التارجت الثاني اللي هو الخمسة بالمئة وتستلم حساب بـ 200 ألف فـ 200 ألف انت تستطيع ان انت تعمل مثلا ربح مئة ألف في سلاسة أشهر فالمئة ألف في سلاسة أشهر تستطيع ان تسحب 80 ألف دلار الكلام ده كله في أربعة أشهر للحساب اللي هو الـ 200 ألف تمام؟ فشركة تكون مجدية تمام؟ لو انت حسبتها بـ أنا هدفع هنا كام وهدفع هنا كام وهحصل هنا على كام وهحصل هنا على كام لكن بالتفكير المنطقي الشركة دي بتعطيك حساب حقيقي والمصاري اللي انت بتدفعها انت بتدفعاش مرة واحدة انت بتدفع في أول مرة زي ما قلتلك هم المتين باوند إضافة إلى التسعة وتسعين باوند فقط اللي هي في المنصف فانت بتدفع كل شهر بتعود نفسك ان انت بتدفع تسعة وتسعين باوند فلو انت قدرت خلال سلسة أشهر انتصل مثلا إلى هذا الحساب اللي هو الستين ألف فمن أرباحك هتدفع تسعة وتسعين باوند تمام؟ يعني انت بتربح مثلا هنا ستة لاف فتحصل على تلات تلاف تلات تلاف دولار فهيكون الأمر سهل بالنسبة لك انك تدفع تسعة وتسعين باوند دي يعني منهم تمام؟ مجرد انت وصلت للحساب اللي هو الستين ألف تمام؟ الامور هتكون معك طيبة للغاية في هذه الشركة لان وقتها هيكون التراجع ستة لاف فهتقدر لانت زي ما يقوله ايه هتقدر تشتغل هتعرف تشتغل بقر يحايا تمام؟ دي شركة ايودا سيتي كابتل طبعا عندهم طبعا ميزة قبل ما نختم هذه الشركة عندهم ميزة اللي هو الستوب لوز لكل بوزيشن هنا بيقولك مفيش ستوب لوز لكل بوزيشن وهي ده امر جيد للغاية تمام؟ كمان هو بيقولك تقدر تشتغل باي طريقة متجرة مفيش اي مشكلة كله عنده مقبول تمام؟ كله عنده هنا مقبول طبعا بتشتغل على الفوركس في المرحلة الاولى والثانية والثالثة وبتشتغل على الدهب والمؤشرات بداية من المرحلة اللي انا قلت لك عليها اللي هي مية وعشرين الف وليس الستين هي بداية من المئة وعشرين هتبدأ تشتغل على الدهب والمؤشرات وكل الأزواج تمام أزواج العملات مفيش أي مشكلة في كل المراحل لكن هتبدأ تشتغل على الدهب والمؤشرات في المرحلة المئة وعشرين ألف طبعا أنت لما تصل للحساب اللي هو ربعمائة وتمانين ألف وتحقق أرباح بيتم إعفاءك فيما بعد من دفع الرسوم الخاصة بالمنصة تمام بعد كده خلاص ما بتدفعش رسوم خلينا ننتقل إلى الشركة الثانية الشركة الثانية معانا والذاتة سمعة طيبة ومصدقية عالية جدا هي سيتي تريدرز طبعا سيتي تريدرز يعني من أقوى الشركات في هذا المجال خلينا بقى نشوف البرامج الخاصة بهم هما بيقولولك أن أنت تستطيع أن تصل إلى أربعة مليون دولار تمام طيب تعالا بقى نشوف الحكاية إيه بالأسفل طبعا أنت عندك بيقولك إيه التقييم لمدة عام ودي على فكرة أفضل ميزة في هذه الشركة طبعا الشركة ديت حسابات حقيقة حتى الحساب اللي هما بيعطوهو لك على حساب تجريبي لا هو حساب حقيقي فعلا تمام حتى التقييم بيتم على حساب حقيقي وأنا كنت رسلتهم قبل كده إيميل ويردوا على أن كل الحسابات عندهم هي حسابات حقيقية تمام طبعا هو عنده لابد مني أكتف تريد هما كان لغوا الكلام ده يعني هما قالوا أن هما لغوا هذه المسألة حكاية 30 يوم ديت لكن هي ما زالت موجودة في الموقع لكن كانوا هما قالوا أن هما لغوا هذه المسألة لا يوجد مسألة 30 يوم تداول نشط تمام الستوبلوز لكل بوزيشن هو واحد ونص بالمئة تمام طبعا المكسلوز المسموح بيه هو خمسة بالمئة ريلاتيف درو داون تمام يعني ريلاتيف درو داون يعني هو هيفضل معاك قاقيمة هيفضل معاك يعني مثلا حساب عشر تلاف دولار فأنت مثلا تراجع كام خمسة بالمئة خمسمائة دولار الخمسمائة دولار هيفضل معاك يعني حتى لو وصلت إلى حد عشر ألف برضو خمسمائة دولار لو وصلت إلى عشر تلاف وخمسمائة خلاص ده الحد الخاص بيك تمام وليس يعني ليس تمام 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 أي ربح أنت بتحققه بيضاف إلى الخسارة الخاصة بيك تمام بيرفع من مقدار الخسارة تمام طيب طبعا إنت لما بتصل بقى لمدير صندوق بيقولك absolutely draw down بتصل إلى إنك absolutely draw down لكن قبل كده لا إنت relative draw down تمام عندهم طبعا خمس أحجام الحجم الأول هو العشرين ألف بتستلم حساب بخمس تلاف تمام والبروفيت تارجد تلتمائة وخمسين دولار والماكس لوز ميتين وخمسين دولار الرفعة واحد إلى عشر الحقيقة الشركة دي كانت بتقدم رفعة واحد إلى مائة لكن كانوا بيعملوا حدود للصفقات قال لك لا هنلغي الحدود الخاصة بالصفقات وهنخليها رفعة واحد إلى عشر تمام طبعا بتدفع هنا مية تسعة وتسعين باوند تمام هنا طبعا الحساب ده بعشر تلاف ألفين وخمسمية مطلوب منك بروفيت تارجد مية خمسة وسبعين دولار مطلوب منك ماكس لوز مية خمسة وعشرين دولار واللفريج واحد إلى عشر طبعا حساب صعب جدا يعني الحسابين دولت الحجمين دولت أنا لا أرشحهم تماما من الحسابات الصعبة للغاية يعني أنت بدايتك من الحساب ده الحساب اللي هو الخاص بعشر تلاف بحيث أن الماكس لوز خمسمية دولار والبروفيت تارجد سبعمائة دولار أنا شايف أن الحساب ده من أفضل الحسابات عندهم يعني أنت فاهم يعني حتى الحساب ده مثلا يقولك إيه أنت الماكس لوز ستمية خمسة وعشرين لكن عايز إيه عايز تعمل تمنمية خمسة وسبعين لأ أنا الأفضل عندي الماكس لوز خمسمية وعمل سبعمية تمام افضل حتى من ان يكون الماكسلوز 875 وان مطلوب مني 1225 رغم هنا ان الحساب ده هيكون اسهل يعني الماكسلوز لما يكون 875 وعاوز تعمل 1225 هيكون اسهل بكتير تمام لكن انا شايف ان ده ممكن يبقى سريع معك خصوصا ان انت ممكن يعني تعقد صفقات فتربح 700 دولار هيكونه اسهل من 1225 او 875 تمام لكن التلات حسابات دولار طبعا ده 379 باوند وده 449 باوند وده ب649 باوند تمام لمدة عام امر طيب يعني لما الافليشن يكون لمدة عام ده بيعطيك اريحية وهدوء اعصاب اللي انت تقدر تشتغل معاهم بامر جيد تمام بدون بقى اللي هو زي بيقولوا ايه ضغط عصبي وانت خايف ان الشهر ينتهي وكل هذا الكلام لما بتعمل ارباح بتقدر تسحبها تمام طبعا الشركة عندهم اللي هو ما يسمى بدايركت فاندنج يعني اللي هو الحساب المباشر اللي انت تدفع 3099 باوند وتستلم حساب ب70 الف دولار خلي بالك ان التقييمات انت اول ما بتربح بيتصل الى الحساب اللي هو 70 الف دولار يعني الحساب ده بيبدأ معاك ب17500 اول ما تربح ل 10 بالمئة اللي هما عاوزينها لا هما مش عاوزين 10 بالمئة هما عاوزين طبعا 7 بالمئة او التارجد 7 بالمئة لانه هو طالب ايه 700 من ال 10 تلاف فهو طالب منك التارجد 7 بالمئة فقط لا غير تمام والتراجع 5 بالمئة فاول بتعمل 7 بالمئة في التقييم هو بيمنحك على طول الحساب اللي هو ده 40 الف المسمى الخاص بالحساب ال 17500 بيوصلك للحساب اللي هو ايه 70 الف تمام فطبعا 70 الف ده امر طيب للغاية يعني هتعرف تشتغل فيه بارجحية خلي بقى لك بقى بعد كده انا قلت لك ايه في دايريكت في الحسابات اللي هي ال دايريكت فاندنج ده بيوصلك على طول للحساب اللي هو ال 70 الف لمن لديه مصاري وعاوز على طول يدخل الماكسلوز طبعا 3500 متخيل الماكسلوز 3500 وبتشتغل على الدهب وعلى الاندكتور والفوركس مفيش اي مشكلة والرفع واحد للعشر بس بتدفع 3099 باوند تمام وهنا ال 50 الف بتشتغل برضو وبتدفع 299 باوند وهنا بتدفع 1799 باوند وهنا في ال 20 الف بتدفع 999 باوند انا من رأيي لا من رأيي طالما ان الحسابات اللي هي التقييمات الخاصة ديت ممكن تستغرق سنة فالامر طيب ممكن انتهي من التقييم في سلاسة اشهر في شهرين في شهر في 6 اشهر مفيش اي مشكلة بالنسبة لي المهم ان انا اصل الى 70 الف تمام طبعا ما يميز هزي الشركة ان هما بيقدموا مواد تعليمية اكثر من رائعة يعني عاملين اللي هو bank level trading ده امر طيب جدا وناس شكرت في هذا الكورس ده بحوالي اد ايه تعال نشوف ده طبعا دي محتويات الكورس تمام اه اه طبعا هو بتكلم عن smart money تمام اه هو بتكلم عن وايكوف نظرية وايكوف ونظرية الويف تمام اه المبادئ الخاصة بنظرية الويف فكل هزي الامور اعتقد امور متقدمة للغاية وستفيد المتاجل لو احب انه هو يشتغل على نفسه ويتعلم في مقابل 369 اه باوند في هزي الشركة طبعا الشركة واخد تقييم جيد 4.7 في تراث بوليت وكلهم بقى بيتكلموا عن الكورس يعني اغلبهم بيتكلموا عن الدورة اللي احنا قلناها لحضراتكو ديت اه يعني مسماعة جامد اللي هي بي لتي ديت تمام اه مسماعة جامد فكله بيتكلم عنها وبيشكر فيها ايه بنك ليفل تريدنج كله بيتكلم ان هو التحك بهذه الدورة اه ممتازة جدا تمام لكن قليل الاول اللي تكلم عن التداول بصراحة يعني قليل الاول اللي تكلم عن التداول كله اغلبه اه اتكلم عن الدورة تمام لكن هي كشركة هي شركة محترمة جدا اه وبتوصلك للاثنين مليون وليك ان انت تفتح حسابين يعني لك كل حساب باثنين مليون فتصل الى اربعة مليون دولار طبعا كما تشاهد الجدول الخاص ب الالف سبعتاشر الف وخمسمية اللي هو بيغسلوك ل السبعين الف طبعا زي ما انت شايف الاكاونت ب سبعتاشر الف وخمسمية بعد ما تنجح في الاكاونت بتضرب على طول في اربعة فيصبح الحساب بسبعين الف تمام بيقولك هنا والله لا تصل الى الستوب اوت اللي هو ستة وستين الف وخمسمية البروف تارجد سبعة تلاف ستين بالمئة اربعة تلاف ومتين اللي انت هتحصل عليه اربعة تلاف ومتين هنا هتحصل على ستمية وتلات تاشر دولار تمام في التقييم خلي بالك اللي انت هيعود عليك ستمية وتلات تاشر من التقييم اللي انت دخلت تمام بعد كده هتحصل على سبعة تلاف ومتين نتيجة اللي انت عملت بروف تارجد اتناشر الف بعد كده هتحصل على اتناشر الف نتيجة اللي انت عملت عشرين الف هتحصل على عشرين الف وربعمية نتيجة اللي انت عملت اه خمسة وسبعين الف. هنا اه سبعين الف او ثمنه مية. نتيجة انك عملت مئة امتاشระ. ثم تحصل على مية واربعين الف دولار. نتيجة ان انت عملت متين الف دولار في الحساب اللي اتنين مليون. بتصل الى الحساب اللي اتنين مليون. تمام? هو بيوضح لك انت محتاج كم خطوة علشان تصل للحساب اللي اتنين مليون. يعني الاول خطوة تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمن خطوات حتى تصل الى الاتنين مليون فده امر طيب للغاية عمل لك بقى كل الخطط الخطة الخطة الخاصة بال ال 12500 اللي انت تصل من خلالها للحساب اللي هو خمسين الف موضح حالك ايضا الارباح بتكون ازاي عمل لك الخطة الايضا اللي هي العشرتلاف عشرتلاف تعصل ليه اربعين الف وعمل لك ايضا دي الخطة المناسبة لاغلبنا الخطة اللي هي الخاصة بالعشرتلاف تمام فبيقول لك والله انت هتحصل على 350 دولار وبعد كده لما تصل لل40 ألف وتحقق بروفيت تارجد 4000 تحصل على 2400 وبعد كده لما تحقق 6500 تحصل على 3900 ثم لما تحقق 11000 تصل الى 6600 ربح وهكذا حتى تصل لي 140 ألف دولار تمام في ليتن مليون وهكذا هذه الخطة اللي هي 5000 اللي بتوسلك لل20 ألف تمام والخطة 2500 اللي بتوسلك الى العشر تلاف تمام الخطة اللي هي 2500 ديت انت لو لاحظت انت بدأت ايه 2500 عاوز تارجد قد ايه انت عاوز تارجد 175 تمام الخطة دي ممكن تنفزها بس هي عايزة ايه هدوء شديد للغاية تمام لانت بدلا ما كنت هتعمل مثلا التارجد في شهرين ثلاثة لا انت ممكن تعمله في اربعة اشهر تمام بس انت ايه عشان ليس لديك مصاري عشان تنتقل لمسألة الحساب اللي هو العشر تلاف ثم بعد كده تنتقل للحساب السبعتاشر ألف وبعد كده التلاتين ألف بعد كده الخمسين ألف فانت الحقيقة الخطة دي للأسف شديد بتطول معاك بتاخد معاك مدة زمنية طويلة تمام يعني انت بتخيل عملت كم مرحلة ادي مرحلة اتنين تلاتة اربعة خمسة علشان تصل ليه الخمسين ألف فالأفضل لو معاك مصاري هتبدأ على طول خلاص مرحلتين وصلت للخمسين ألف تمام فاهم الفكرة انا ليه ادخل خمس مراحل وصلت ان انا ممكن ادخل مرحلتين وصل للخمسين ألف فده هيكون توفير للوقت بالنسبة لك تمام طبعا لك ان تفتح حسابين كل حساب النمو فيه يصل الى اتنين مليون دولار ثم انا انتقل الى الشركة الثالثة وهي فوركس تريدرز يوكي طبعا من الشركات المحترمة للغاية هم عندهم برنامجين البرنامج اللي هو الافليشن وبرنامج اللي هو التمويل الفوري تمام طيب نشوف بقى الافليشن طبعا عندهم اربع احجام من الحسابات عشر الاف وتلاتين الف واربعين الف وسبعين الف بتبدأ بالفين وخمسمائة باوند الحسابات كلها عندهم بالباوند ولو لاحظت هتلاقي الرفعة واحد الى عشرة تمام و ابسولتي درو داون يعني ما يميز هذه الشركة ان ايه ابسولتي درو داون اي ربح انت بتحققه هو بيحسب لك تمام فانت بالنسبة للحساب اللي هو مثلا بتبدأ فيه بعشر تلاف باوند لو حققت ميتين باوند يبقى انت معاك ميتين باوند زائد التراجع الخاص بك اللي هو الخمسمائة يبقى معاك سبعمائة باوند تمام طبعا هما مينيمام تريدينج ديز هما عملينها زيرو مجرد اللي انت ربحت خلاص مفيش اي مشكلة تنتقل للحساب التالي ميزة الحسابات عندهم طبعا الحساب اللي هو السبعين الف اللي هو بيبدأ بسبعتاشر الف وخمسمائة مستو انه بيوصلك الى اتنين مليون متين واربعين الف باوند لكن انت تعمل سلاسة حسابات وده ابرز ما يميز هذه الشركة ان انت تقدر تعمل معاهم سلاسة حسابات كل حساب ب زي ما قلتلك بسبعتاشر الف وخمسمائة وفضل طبعا ان انت تعمل الحساب الكبير تمام لكن انك تبدأ معاهم في الحساب الصغير مفيش اي مشكلة الفين وخمسمائة باوند تمام لكن خلي بالك من امر جيد للغاية ان الحسابات الصغيرة بتواجه صعوبة في هذه الاسواق يعني في هذه الفترة السوق عالي المخاطرة فالافضل ان انت تدخل اما الحساب اللي هو العشرة تلاف باوند او سبعتاشر الف وخمسمائة تمام طبعا انت بتصل لمشاركة ارباح تصل الى 80% تمام هنا بيقولك انت في الحساب ده العشرة تلاف انت ستصل اكبر نمو ليك هو ستمية واربعين باوند في الحساب اللي هو تلاتين الف انت اكبر نمو ليك هو تسعمية وستين الف باوند في الحساب اللي هو اربعين الف باوند ده انت اكتر نمو ليك هو مليون متين وتمانين الف اما في الحساب اللي هو 70 ألف باوند بتصل إلى 2.240.000 باوند طبعا هما بيستخدموا Meta Trader 4 تمام والغالبية بيحب يشتغل على هذه المناصة طبعا ما يميز هذه الشركة ان هي بتعطيك 90 يوم ان انت تقدر تعمل التارجة اللي هما عاوزينه في 90 يوم ده احد مميزات هذه الشركة طبعا هما بيتكلموا عن مسألة التمديد يعني لو انتهت فترة التسعين يوم هل هيمنحوك تمديد او لا هما بيشوفوا التداول يعني انت لو دخلت كده بيقولك والله احنا هنشوف التداول الخاص بك الهيستوري تريدينج هنشوف تداول سجل التداول خاص بك اما ان احنا نمدد لك او نعمل انهاء للحساب تمام على حسب التداول الخاص بيك هيحدده اما يمدده لك لو لم تحقق التارجيت او انهما ينهوا حسابك طبعا هنا بيكلمك بيقولك انت واحد ونص لكل position تمام وخلي بالك ان وضع الستوبلوز هو الزامي خلي بالك ان وضع الستوبلوز في اغلب الشركات هو الزامي ما عدا شركة ftmo وبعض الشركات هو غير الزامي خصوصا ftmo لما نتحدث عنها في الحساب السوينج هو وضع الستوبلوز هو غير الزامي تمام لكن باقي الشركات لابد من وضع سوبلوز تمام طبعا هما بيستثنوا هنا الاجريزيف اللي هو الحساب الاجريزيف لكن الاجريزيف ايضا ليز الزامي لكن لابد من حدود 2.5% يعني الصفقة لا تتجاوز الـ 2.5% وإلا هيتدخله ويتم اغلاقها فورا طبعا هما مش عايزينك تشتغل الشغل ده يعني هما مش عايزين طبعا لا الهجي ولا المضاعفات ولا المراجحة العكسي اللي هو الاربتراج كل الشغل ده هما مش عايزينه تمام فخلي بالك يعني لو انت عندك اكسبرت مضاعفات والكلام ده وهجي والكلام ده غير مقبول في هذه الشركة طبعا مسموح بالنسخ يعني نسخ الصفقات هم سامحين به لكن نسخ الصفقات من خارج الشركة وليس من داخل الشركة يعني مثلا مش هتنسخ حساب علي يوسف اللي هو عامله في نفس الشركة فانت هتنسخ منه لا من خارج الشركة تقدر تنسخ الحسابات ما فيش اي مشكلة للنسخ الخارجي موافق عليه اما النسخ الداخلي فممنوع عنده ستجدهم بيعيدوا نفس الكلام والحديث عن مسألة الواحد ونص بالمئة ده دليل ان هي احد القواعد المهمة لديهم تمام واحد ونص بالمئة لكل صفقة او عن زوج معين تمام وقال لك ان حتى تداول اللي هو الشرس اللي عندهم الاجريزيف المضارب الشرس اتنين ونص بالمئة هم هيغلقوا الحساب تمام بشكل اوتوماتيك طيب هل مسموح ان انت تشتغل هج دون اكسيبرت هج نعم مسموح لك انك تشتغل هج لكن ليس عن طريق الاكسيبرت انك انت لنفسك اللي تشتغل تمام يدويا لكن خلي بالك الكلام ده في حدود القواعد تمام في حدود واحد ونص بالمئة لكل صفقة لكل مركز تمام ما تقوليش ان الهج خلاص جعل المراكز خلاص مفيش الواحد ونص لا كل مركز على حده هو بيتمتع بخسارة واحد ونص بالمئة لو مجموع المراكز دي اتعملت الواحد ونص بالمئة خلاص انتهى الامر بالنسبة لك تمام ففي حدود القواعد الخاصة بهم تقدر تشتغل هج وتدير صفقاتك طيب تعال نشوف المنظومة الخاصة بالحسابات عندهم العشر تلاف باوند الليفل ون هتستلم حساب بالفين وخمسمائة باوند تمام مطلوب منك طبعا ان انت تعمل ماتين وخمسين باوند وعدم خسارة مية خمسة وعشرين باوند والرفعة واحد لعشرة هي سابتة والبروفيت شير خمسين باوند والصفقة الواحدة او مجموعة الصفقات اللي هي على اليورو دولار او مثلا على الباوند دولار وهكذا مجموعة الصفقات ديت لا تخسر فيها 38 باوند يعني عملت مجموعة الصفقات على اليورو دولار او الباوند دولار مثلا ما تخسرش فيه مجموعة الصفقات على اليورو دولار 38 باوند فقط تمام فطبعا الامر صعب يعني هذا الحساب هيكون صعب بالنسبة لك لكن اول ما بتصل للعشر تلاف باوند في الليفل 2 هتحصل على تراجع في الصفقة الخاصة بك المركز 150 باوند والتراجع لكل 500 باوند تمام العشرين الف هيبقوا 300 باوند والاربعين الف هيبقى 600 باوند والتمانين الف هتبقى 1200 باوند للمركز الواحد ده ممتاز جدا 160 ألف هتصل لألفين وربعمية الـ 320 ألف هتصل لأربعة تلاف وثمانمية الـ 640 ألف هتصل إلى تسعة تلاف وستمية في المركز الواحد تمام طبعا ده أقصة محاطك 640 ألف باوند في الحساب اللي هو عشر ألاف طيب بعد كده الحساب اللي هو تلاتين ألف أقصة محاطك 960 ألف باوند مجموعة الصفقات الخاسرة لا تزيد عن 113 تمام في المركز الواحد 113 باوند فده أمر أفضل من العشرة يعني العشرة ده 38 باوند ده أليل جدا لكن بص الثلاثين فرق كتير جدا 113 باوند الـ 40 هتقدر تشتغل فيه بأرياحية 150 باوند الـ 70 هتقدر تصل إلى 263 باوند في المرحلة الأولى المرحلة الثانية معك 1050 باوند في المركز الواحد وبتصل إلى 2000 عوزنا هتين مليون 240 ألف باوند تمام ومشاركة الأرباح عندك في النهاية بتبقى 80 لـ 20 80 لـ 20 و20 للشركة طبعا 33 ألف باوند 600 يعني في المركز الواحد 33 ألف ده أمر خطير للغاية طبعا عندك نوعين عندك اللو ريسك والأجريزيف أنا بفضل اللو ريسك لأن الأجريزيف الحقيقة أنت هتطلب فيه اللي أنت تعمل تارجد كبير جدا يعني أنت مطالب هنا تعمل 4,375 في حين اللو ريسك تريد تعمل 1,750 تمام فأنا ليه أزود على نفسي تمام رغم أنه هو الـ Stop Lose أو الـ Maximum Lose 875 هنا وهنا 875 تمام بس هي بتختلف الرفعة الرفعة هنا 1 إلى 10 والأجريزيف جعلها 1 إلى 30 تمام لا أنا وطبعا هنا ما يميز الأجريزيف أن هنا الماكس لوز غير مطلوب لكن هو في حدود 2.5% يعني بعد ما كان 1.5% لا هو 2.5% تمام طبعا على تراصة بوليت الناس كتير بيشكروا فيها لكن المراجعات قليلة عن هذه الشركة يعني 44 ريفيوز فقط لا غير لكن كله بيقول أن هي ممتازة أو جيدة لا يوجد واحد حتى قال أن هي غير جيدة كله ممتازة أو جيدة ومراجعات رغم أن هي قليلة لكن مراجعات مهمة جدا والشركة بدأت في الفترة الأخيرة فعلا تاخد شعبية كبيرة وناس كتير فعلا سحبت منها طب تعالا بقى نشوف الشركة الرابعة شركة 5% 5% الحقيقة بتقدم العرض الخاص بالـ 100 ألف الحساب اللي هو الـ 100 ألف وعندنا أيضا العروض الخاصة بالحسابات الأخرى تمام سواء Low Risk أو Agressive هم عندهم نوعين من الحسابات Low Risk أو Agressive طبعا الحساب اللي هو 24 ألف دولار ده بيقولك إيه بيقولك أنت هتبدأ بـ 6,000 تمام يعني أنت بتبدأ بـ 6,000 ولما تحقق الكلام ده تصل للـ 24 ألف طبعا هنا بتدفع 235 يورو تمام وهنا بتدفع 385 يورو وهنا بتدفع 745 يورو تمام الرفع هنا 1 لـ 6 ودي رفع متدنية للغاية الـ Stop Lose لكل صفقة 1.5% هنا الماكسيمم time 180 يوم من حقك اللي انت في هذه الخطة تقييم لمدة 180 يوم تمام الـ Profit Share 50% تمام وبتصل إلى 2.560.000 تمام في الحسابات ديت طبعا 6% ديت انت بتستلم حساب 6,000 دولار ومطلوب منك أن انت تعمل Profit Share خلال 6 شهور 375 دولار تمام يعني الـ Stop Out الخاص بك هو قل لا يصل الحساب إلى كام إلى 5,750 يعني 250 دولار ما تخسرش 250 دولار طبعا كل ما انت تربح يعني ربحت مثلا ايه لو ربحت 100 دولار اصبح الـ Stop Out خلاص بدل ما كان 250 دولار بالنسبةك بقى 350 ربحت 200 دولار بقى 450 فهتقدر الحاجات التانية ديت المتوقية على التارجيت هيبقى سهل انت ايه تحصل عليها فيامل الحت ديت انت هتغامر بالربح اللي انت عملته فأنا اعتقد هذا الأكونت سهل يعني اعتقد انه سهل 375 دولار في 6 أشهر ده أمر سهل للغاية طيب هنا تدفع 385 يورو في سبيل ان انت هتحصل على اكاونت بـ 10,000 دولار تمام الـ 10,000 دولار انت مطلوب منك انك تربح 600 دولار تمام الـ Profit Target 600 دولار وقال لا تخسر 400 دولار يعني لا تصل الى 9600 الكلام ده تعمله في قد ايه في 6 أشهر تصل بعد كده للحساب اللي هو 40,000 دولار تمام ده الحساب ده تدفع 745 يورو لمدة 6 شهور مطلوب منك ان انت هتحصل على ربح 1400 دولار ويه الـ 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 800 دولار تمام ويه رفع 1 لستة 1.5% الـ لكل صفقة و180 يوم لا انا اعتقد ان الحسابين دولت هيكونوا اسهل يعني الحسابين دولت هيكونوا اسهل خصوصا ان الطرجة الخاص بهم هو سهل يعني هنا 600 دولار تمام ويتراجع 400 ده سهل يعني ده من افضل الحسابات الحقيقة عندهم ان انت تعمل 600 دولار ويتراجع فقط 400 دولار انا برشح هذه الخطة يعني انت لو عاوز تدخل معهم ادخل معهم في هذه الخطة هتكون ممتازة جدا خصوصا لو هو بيكلمك في 6 اشهر تمام مطلوب منك تعمل الكلام ده في 6 شهور اللي انت عاوز تعمل 600 دولار وعدم تراجع 400 دولار تمام دي اللمحة الخاصة بالشركة طبعا انت طبعا بيقولك النمو لابد ان انت تعمل 10% شرط النمو يعني البروفي التارجد 10% حتى تصل للنمو الاجريزيف تعال نشوف الاجريزيف الاجريزيف بقى حاجة مختلفة خالص يقولك البروفي التارجد كام 12% انت عايز هنا بقى تعمل 12% تمام عشان هيعطيك الرفعة 31% يعني هو بص بيغير البروفيت لا رغم ان الستوبلوز هو هو يعني انت لو لاحظت هنا 250 وهنا 400 وهنا 800 كما هو تمام لكن هنا 12% 720 هنا 1200 دولار هنا 2400 لكن اللوريسك علشان هاحصل على رفع واحد الى 6 لا هنا 6% انا ادخل احسن افضل من هذا الكلام طيب خلينا نشوف بقى الحساب اللي احنا تناولناه اكتر من مرة اللي هو مئة مئة الف المئة الف احنا كنا تحدثنا عنه اكتر من مرة بتدفع 50 يورو الرفع واحد لعشرة لا يوجد ايام تداول مطلوبة ايام تداول نشطة مفروض ان انت تعمل الكلام ده في 12 شهر تمام? مفروض ان انت تعمل 3 خطوات دولار في 12 شهر التقييم الاول 25000 والتراجع ما يزيد عن 1050 والبروف al target 2000 دولار. والتقييم الثاني 50 الف وتراجع في 2500. والبروفيط تارجط 4000. والتقييم الثالث 75 الف وتراجع 3750 اللي هو 5 بالمائة. والبروفيط تارجط 8 بالمائة اللي هو 6000. بعد كده بتدفع 250 يورو. تمام اهو. تدفع 250 يورو. علشان تحصل على حساب المائة الف. كل ما تعمل خمسة بالمائة هو شرط النمو الخاص بك تمام حتى تصل الى الاربعة مليون دولار في الخطوة رقم 17 يعني من الخطوة رقم واحد الى الخطوة رقم 17 الخطوة رقم 17 بيكون البروفيت شير اللي انت الخاص بك اه 80 بالمائة تمام وحتى الاثنين ونص سبعين بالمائة حتى واحد ونص الاثنين ونص والستين بالمائة من الهل تلتمية الف حتى المليون تمام؟ 60 بالمئة والخمسين بالمئة هي حتى المتين الف تمام؟ حتى المتين وخمسين الف تمام؟ من مئة الف الى مئتين وخمسين الف انت بنسبة شير خمسين بالمئة تمام؟ طبعا انا اعتقد ان هذا البرنامج من اقوى البرامج اللي موجودة في شركات التمويل والشركة الحقيقة ذاتة مصدقية عالية للغاية تمام؟ الشركة لها ثلاثة مكاتب مكتب في اسرائيل ومكتب في انجلترا ومكتب في امريكا انا لما بحثت عن الشركة كثيرا انا وجدت ان هي غالبا او اغلب اعمالها في امريكا يعني هما لما جمع عملوا هذه الشركة عملوها فعلا في امريكا لكن هما بقى عشان يتهربوا من الضرائب الامريكية والكلام ده فعملوا الفروع الاخر لكن هما اساسهم في امريكا ردا على اسئلة كانت وردت ليا بخصوص هذه الشركة الشركة دي اصولها امريكية ثم بعد كذلك نتناول عندهم ثلاثة احجام من الحسابات حساب خمس تلاف دولار وحساب عشر تلاف دولار وحساب بخمستاشر الف دولار طبعا هما كانوا عندهم مشكلة هي مشكلة التسعة وعشرين يوم تداول تمام فهم ألغوا مسألة التسعة وعشرين يوم تداول نشط ودي ده إلغاء محمود بالنسبة لهم طبعا الأفضل اللي هو الحساب الخمسة وعشرين الف تمام الافيليشن طبعا ديمو خمستاشر الف مطلوب منك بروفت تارجد تسعمية والماكسلوز ستمية تمام هنا أيضا خمستاشر الف وتسعمية وستمية وبتحصل على بروفت شير خمسة وستين بالمئة تمام انت في نهاية الأمر بتصل إلى نمو الفين وخمسمية وعندهم أيضا اللي انت تصل إلى عشرة مليون عزرا اتنين ونص مليون وهنا تصل إلى عشرة مليون لكن بشروط خاصة ان عدم التراجعات أكتر أقل من أقل حاجة أعلى حاجة اثنين بالمئة تمام فطبعا هتكون شروط صعبة فأنت خليك في الاثنين ونص بالمئة الشركة يعني بتتطلب نسك تداول يعني هم عايزين نسك تداول محترم للغاية وعايزين شغل هادي جدا لكن هي الشركة رائعة أكثر من رائعة لكن لما تيجي تدخل معهم ادخل فيه هذا الحساب اللي هو الخمستاشر الف تمام أو العشرة تلاف مفيش أي مشكلة العشرة تلاف الماكسلوز ربعمية والبروفيت شير آآ ما يميز هذي الشركة ان معهم التقييم الخاص بهم لمدة عام كامل تقدر تحقق هذا لمدة عام كامل مفيش أي مشكلة آآ بالنسبة لهم تمام هو بقى بيقارن ما بينه وبين آآ FTMO و The 5% بيعمل مع مجموعة كده من المقارنات الخاصة بأزيز الشركة طبعا هنا بتدفع 499 باوند تمام في الحساب الوهل 15000 والحساب العشرة تلاف بتدفع 399 باوند والحساب الخمس تلاف بتدفع 299 باوند طبعا شركة مصداقية عالية للغاية من مميزاتهم أيضا اللي هو إعادة التقييم الإعادة التقييم الخاصة بهم طبعا هم عملوها حاليا بـ 250 باوند تمام فالأفضل أن تدخل في هذا الحساب عشان لو لقدر الله قسرت الحساب تقدر تعمل إعادة التقييم بـ 250 باوند تمام ثم ننتقل إلى شركة ماي فوركس فاند الحقيقة شركة ماي فوركس فاند بتتميز بتدني الأسعار الخاصة بالتقييم اللي هي عاملةه طبعا أسعار أكثر من رائع 139 دولار للحساب اللي هو 20,000 و 299 دولار يعني 300 دولار للحساب 50,000 و 499 دولار للحساب 100,000 و 979 دولار للحساب المتن ألف طبعا الشركة دي لا تقل أبدا عن FTMO شركة أكثر من رائعة لكن هما عندهم برامج بيتطلبوا فيها نص اقتداول متشدد بعض الشيء لكن فيه التقييم ما فيش أي مشكلة هم كويسين جدا في مسألة التقييم وشركة ذاتها مصدقية عالية الحقيقة وفيه ناس سحبت منها كثير متطلبات الـ الفليشن الخاص بهم في المستوى الأول 8% والمستوى الثاني 5% تمام هو شهر وشهرين مثلها مثل FTMO تمام لكن هي طبعا أفضل من مسألة الرسوم أنا أرشح لك مثلا أنت تدخل 139 دولار دي ممتازة لأن هو بيقول لك التراجع الكل 2400 دولار مطلوب منك أنت تعمل 8% 8% يعني 1600 التارجد هنا 1600 تمام مطلوب منك عدم التراجع 1000 دولار التراجع اليومي 1000 دولار وطبعا الـ الرفرج بقى 1 إلى 100 يعني الرفع هنا 1 إلى 100 فده من أفضل البرامج الخاصة بالتقييم لكن هي مشكلتهم في مسألة الشهر هل أنت تقدر تعمل الكلام اللي هم عاوزينه ده في شهر في البعض بيعرفه في البعض الآخر ما بيعرفش لكن ما يميز الشركة هو المصاري اللي أنت هتدفع 139 دولار أمر طيب يعني أنت تقدر تدخل مثلا التقييم الخاص بهم اللي هو 20 ألف تمام وبعد كده بعد ما تربح تقدر بقى تدخل التقييمات الأخر تمام ده باختصار شديد إحنا عايزين عشان نتناول أكتر عدد من الشركات فإحنا بنعمل لمحة عن باقي الشركات دي الشركة دي أنا رشح لك اللي أنت تدخل ها إما الـ 84 دولار أو الـ 139 دولار في مسألة التقييمات هتكون المسألة سهلة بالنسبة والتقييمات الحقيقة ريفيوز 1767 طبعا ممتازة عند 91 90% عزرا وجيدة عند 6% وغير جيدة عند 4% تمام فهتلاقي بقى التقييمات والتعليقات الخاصة بالشركة ايه اهو كل دي تعليقات خاصة بهذه الشركة لكن المجمل بيقولوا ان هي شركة جيدة وإن شاء الله نجربها مع حضراتكم خصوصا التقييم زي ما قلتلك الاسعار متدنية فانت تقدر تتشجع وتدخل في هذي التقييمات ثم انا اتناول عملاق شركات التمويل وهو FTMO طبعا FTMO انا قلتلك الاجانب بيدخلوا فيها ازاي يعني هم بيدخلوا اما في الحساب الواء الـ 200000 وده في الغالب او الحساب الـ 100000 طبعا الحساب الـ 100000 بـ 540 يورو والحساب الـ 200000 بـ 1080 يورو هي خطة الرجل الاجنبي ايه يكون معاه مثلا 4000 يورو او 5000 يورو يقولك انا هدخل خمس مرات هذا التقييم مرة واحدة بس فقط ينجح فيه التقييم فبيدخل بيدخل طبعا باستراتيجات الـ High Risk وبيدخل يشتغل على اما انه اشتغل على الدهب اما انه يشتغل على مؤشر داو جونس او الداكس الالماني وفيه الغالب بيشتغلوا على الداو جونس والداكس الالماني تمام فهو بيحسبها مع نفسه يقولك انا هغامر بـ 5000 يورو مفيش اي مشكلة لكن لما انجح في هذه التقييم انا هقدر في شهر ان انا احصل على كام 100000 ايه 100000 دلار تمام يعمل ربح 100000 دلار لانه معاه حساب 200000 فيعرف يعمل ربح 100000 بالـ high risk ليه هو الحساب يتيح لي الـ 200000 بيتيح لي ايه الماكسيمم دي لي لوز 10000 تمام والماكسيمم لوز 20000 فانت معاك ايقاف خسارة 10000 دولار ف10000 دولار ديت انت هتقدر تعمل عقود كبيرة بحيث انت في نهاية الشهر اه انا مثلا بربح كل يوم 5000 دولار في 20 يبقى 100000 هو بيقدر يحقق الكلام ده 200000 ديت عزر 100000 ديت بتمثل لي ربح 80000 دولار هو دفع ايه هو فاشل اربع مرات ونجح مرة فدفع كل اللي دفعه 5000 يورو تمام ادر انه يحصل على كام 100000 وفيه ناس تقولك لا انا اشتغل بحيث ان انا المئة الف ديت بلاش مسألة الشهر الواحد لكن انا بقولك الغالبية بتشتغل هاي ريسك تمام بيشتغل هاي ريسك ازاي هو الاول بيشتغل واحدة واحدة يعني اول اسبوع هو عاوز يشتغل ايه يربح بس ايه 5000 10000 دولار فهم الحتة ديت لل 5000 وال10 000 دولار دولات هو هيستخدمهم بعد كده لإقاف الخسارة الخاص بيه يعني هو عنده يقاف خسارة كام 10000 دولار تمام في اليومي تمام وعنده كام ال5000 وال10 000 اول ما بيربح مثلا في يوم 5000 تمام ربحتنا النهاردة 5000 فانا معايا 10000 في اليوم ده يبقى اصبح التراجع اليومي 15000 فانا بضحي وبغامر بال1000 اما بال5000 اما اني اقصر 5000 فانا اكون في هذا اليوم لم اربح شيئا تمام واما اني احقق 50 000 دولار 100 000 دولار بيشتغلوها كده على الدو جونس خصوصا الدو جونس في بعض الايام بيتحرك 1000 و 2000 نقطة فلما صاحبنا ده يكون داخل في 30 دولار في 1000 نقطة فانت بتتكلم 30 000 دولار في يوم واحد متخيل فهم بيعملوا الكلام ده خصوصا على المؤشرات الدهب والدكس الالماني والسلع والمؤشرات تمام طبعا الحسابات التانية اللي هي الـ 50 000 والـ 25 والـ 10 000 بتشتغل على المؤشرات والدهب انت بتشتغل على الأزواج العملات وممكن أزواج العملات تكون هادئة لكن هما بيشتغلوا على الحاجات اللي هي متحركة حركة وعندها فلتلاتية عالية جدا افضل حساب في FTM هو حساب السوينج يعني ما تدخلش الحساب الثاني السوينج هو الأفضل لأنه متاح فيه كل الطرق وتقدر تعمل فيه كل حاجة تمام الحساب السوينج تمام أحد الأصدقاء سأل عن شركة FTM وماذا مصداقياتها لا مصداقية عالية جدا يعني دي من أفضل الشركات اللي موجودة في شركات التمويل في سوق الفوركس مصداقية عالية وشركة قديمة جدا ولها باع طويل في سوق الفوركس طبعا هم عبر موقعهم بيقولوا إنهم في 2021 اتسحب منهم 27 مليون دولار فطبعا صحبات أكثر من رائعة فعرف اللي هو وستة مليون بيكلموا في آه ستة مليون تريدة في الشهر بيكلموا ستة مليون تريدة في الشهر فده أكثر من رائعة الحقيقة الحقيقة إن الشركة أكثر من صديق دخل فيها وصحب ما فيش أي مشكلة فيها هذه الشركة طيب عيوب هذه الشركة إيه عيوب إن التقييم عندها شهر ثم شهرين يعني إيه يعني إنت داخل آه 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 المستوى الأول ها 30 يوم عشرة بالمئة في حين مطالب أيضا بعدم التراجع عليك خمسة بالمئة تمام والمستوى الثاني مطالب إن تعمل خمسة بالمئة والتراجع لا يزيد عن خمسة بالمئة فالمستوى الثاني طبعا لمدة شهرين فالأمر سهل لكن بالنسبة للشهر الأول ده بيكون مسألة صعبة إن تتحقق عشرة بالمئة وعدم تراجع خمسة بالمئة لأنا كده أنا قلتلك هي بيتم عملها إزاي في الحساب اللي هو المئة والمئة الف تمام ثم ننتقل إلى شركة ريدرز سنتر فاند شركة كندية أكثر من رائعة طبعا بيقدموا خدمات كثيرة طبعا لماذا لديه ليس لديه مصاري يقدر يدخل على هنا توكن تمام تقدر تدخل هنا تمام وتقوم برج الموبايل الخاص بيك بالهاتف الخاص بيك لتحصل على بونس وتقدر تدخل التقييمات الخاصة بيزيز الشركة مجانا لكن هتدخل بعد ثلاثة أشهر بعد أربع شهور من هذه العملية تمام بتدخل بروداكت كده وتوكن تمام طيب خلينا بقى في الخطط الخاصة ثلاثة أنواع إما أنت تدخل الفوري الخاص بيهم أو التقييمات أو الشهري الشهري عندهم 12500 وال25000 وال50000 تمام الخمسين المتاحة حاليا يعني أنا شايف هي المتاحة هنا 345 كندي خليها بالدولار بالدولار 270 دولار تمام الخمسة وعشرين خلاص هي انتهت في هذا الشهر وال12500 انتهت لهذا الشهر تمام التقييمات الشهر أنا كنت دخلت معهم لكن طبعا أنا دخلت معهم لل50000 أنا كنت داخل معهم ال25000 كانت جيدة بعض الشيء لكن ال50000 للأسف سيئة لأن الرفع عندهم 1 ل3 الرفع عندهم 1 ل3 لكن إذا هتحسب هتدفع ال270 دولار ديت لمدة عام كامل مثلا وتشوف انت ممكن تربح منهم قد ايه فانت لو حسبتها هتلاقيها مجدية هتلاقي الموضوع مجدي بالنسبة لك يعني انت ممكن تدفع مثلا هنقول عشر اشهر فالفين وسبعم مية فانت بتتكلم في حدود اه اه خمس اه تلات تلاف ومتين في حدود تلات تلاف ومتين دولار تمام دفعت في السنة تلات تلاف ومتين دولار طيب لو انت قدرت تتحقق خمس تلاف دولار تمام هتسحب منهم كم تلات تلاف دولار لو انت عملت خمس تلاف دولار اللي هو ما يمثل عشرة بالمئة فانت بتسحب منهم ستين بالمئة لأ والله هم عندهم كمان بس هما كانوا قايلين في الخمس الف اقل من حوالي خمسة وخمسين بالمئة وليس ستين بالمئة تمام اه في الخمس اه 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 في الخمسين الف بيقولك ايه خمسين الف اكون ايذ اه 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 55 بالمئة اه اه 55 بالمئة خاهم فه يعني طب ليه يعني انت عمل اللي فوق ده اه 60 بالمئة ال 12 ونص وال 25 و جايلي عند ال 50 بالمئة عملي 55 بالمئة فقليل جدا يعني تمام اه هي جيدة يعني هي جيدة لكن اللي هو عاوز يستسمر بقى ويعود لمدة سنة كاملة تمام خصوصا ان الرسوم الخاصة بيها هي رسوم متدنية يعني 270 دولار ومعايا 50 الف واقدر اشتغل بيهم انك تقدر تحقق 50 الف فتسحب 30 الف هل هتقدر تعمل الكلام ده قولا واحدا ليه قولا واحدا مش هتعرف تعمل الكلام ده ان انت تعمل 50 الف في السنة وتسحب 30 الف منها زي شرك لان نسبة 55 بالمئة لان الرفع واحد لثلاثة دي صعبة جدا مش هتعرف تعمل الكلام ده سأقول لك الكلام ده مستحيل تعمله صعب هو محجمك لكن ميزة الشركت يدوين 10 بالمئة تمام ده دي ميزة دي الميزة اللي موجودة عندك ان الدرو داوين خمس تلاف دولار فانت بتقدر اه تشتغل تقدر تعمل اه حاجة طبعا كل ما تعمل خمسة بالمئة من حقك اللي انت تسحب فكل ما تعمل الفين وخمسمية تمام من الخمسين الف من حقك اللي انت تسحب الخمسة وخمسين بالمئة تمام اه طبعا يوجد بقى اللي هو البوزيشن تقدر تحتفظ بالصفقات ما فيش اي مشكلة بعد عطلة نهاية الاسبوع ما فيش اي مشكلة عنده بالبرنامج الاخر اللي هو اه اوتي اف ده الفوري اه الفين وخمس تلاف وعش تلاف وخمسم وعشر تلاف وخمسة والشين الف وخمسة الف تمام بس من خمسة والشين الف هو بيبدأ النمو الخاص بك اللي انت تقدر اه الحساب يلم وكل ما تعمل اه مصاري اه الحساب يلم تمام ال خمسة والشين الف طبعا هو مشكلته ان هو طال الوقت يعملين دستكون جميل جدا بسطمية وعتمد تسعين دولار تمام اه الرفع فيه واحد لخمسين البروفيت شير 60 بالمئة تمام درو داوين طبعا 5 بالمئة وعندك بقى ايه لو عملت نص بالمئة من حقك ان انت تسحب دي بقى افضل حاجة في هذا البرنامج بس هتدفع في حدود 700 دولار تمام لكن امر جيد طبعا للغاية ممكن تدخل دولار 10.000 ده هتدفع فيه 296 دولار ده انا برشحه بقى ده ده انا برشحه ليه الترجع في حدود 500 دولار تمام وتقدر بقى اللي انت تعمله تسحبه طبعا لو انت عرفت تعمل 3000 دولار فانت هتسحب 60 بالمئة اللي هو ما يعادل 1800 دولار تمام 1800 دولار فال3000 دولار دولار تقدر تعملهم في ايه ممكن تعملهم في 6 اشهر مثلا فانت كده تبقى كسبان في عامل الموضوع فالامر هيكون مجدي بالنسبة لك ان انت في 6 اشهر عملت 1800 دولار في هذا الحساب ده ده ارشحهم يعني من كل الحاجات اللي موجودة في الشركة ارشح لك الحساب ده هم عندهم طبعا التقييمات حلوة التقييم سهل التقييم عنده سهل جدا لان بيقول لك البروفيت تارجت 8% ودرو دون 10% بس 10% ديت هو بشترت عليك اما انك تختار الايام 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 الموجبة عزرا الايام الموجبة او تختار الايام الموجبة او تختار الايام الموجبة ديت تمام قاعدة الايام الموجبة ان هي ايه انت بتدول مثلا 20 يوم عشرة منهم يكونوا ايه على ربح وعشرة على اخسار تمام ويعملك الدرو دون 10% لو ما اخترتش القاعدة ديت هتبقى 5% يبقى انت ايه الستوبلوز القاص بديلي 5% لا خليها ايام موجبة وخليها عشرة بالمئة 10% هيكون افضل تمام طبعا الرفعة هنا واحد لمتين ده امر خطير للغاية وهنا 30 يوم وهنا 60 يوم ومطلوب هنا بروفيت تارجت 4% فقط لا غير تمام وهنا 8% فطبعا افضل تقييم يعني من الشركات اه هنا تدفع كام 53 دولار فقط يعني الناس اللي هي المصاري معاها قليلة ممكن تدخل في هذا الحساب 10 تلاف هتدفع 53 دولار فقط طبعا لو دخلت بقى في البرودكت ده ودخلت في التوكن ده ممكن 53 دولار دولة انت ممكن تدفع 20 دولار ممكن تدفع 10 دولار لو قاعدت تلعب كده بالموبايل تدخل الموبايل يقولك تدخل على الهاتف وترج الهاتف كده ما عرفش هم بيعملوها ازاي لكن كل يوم لما تعمل الكلام ده يعمل لك ديسكون يعمل لك بونس فهم؟ فال53 دولار في الاخر هتلاقي نفسك بتدفع 10 دولار 15 دولار ممكن لو اشتغلت كتير معاهم في الموقع ممكن تلاقي نفسك بتدفع 3 دولار او ما بتدفعش حاجة تمام؟ الخمسة بكام؟ ب37 دولار وستة مرعة اه ممتازة الناس اللي هي كانت عايزة شركة تكون المصاري القاصة بها قليلة انا برشرح لك هذا البرنامج هيكون سهل بالنسبة لك ولو دخلت على البرودكت توكن هيبقى اقل من كده كمان 37 دولار ممكن تلاقي نفسك بتدفع 10 او 20 دولار على الاكسر تمام؟ الخمسة وعشرين بكام بمئة دولار ممتازة الخمسين بمئة وسبعة وعشرين؟ لا ده عمر تقفيد مئة سبعة وسبعين دولار والله ممتازة ممتازة المئة الف بكام؟ بثلتمية ممتازة مئة الف بثلتمية ده اقل حاجة موجودة والمئتين الف بربعمية ستة وتسعين فاصل سبعة ممتازة جدا شركة ممتازة الحقيقة لكن انا طبعا انت دولت معهم هو بيعيبهم حاجات كده الليسبريد عالي الليسبريد في الشركة في المنصة الخاصة بهم عالي جدا يعني انا كنت شغال معهم في المانسلي فالحقيقة ما فرحنيش الليسبريد ما فرحنيش يعني الليسبريد لقيته في بعض الاحوال بيكون لا صعب تمام؟ لكن هي كشركة لا تقدر تسحب منها مفيش اي مشكلة خصوصا انهم هم عندهم مشكلة كمان في مسألة الكريبتو كرانسي يعني ما تدفعش معاهم ولا تسحب بالكريبتو كرانسي لان انا وجهت مشاكل معاهم فيه السحب والاداع بالكريبتو كرانسي لا اسحب ويعمل اداع باي وسائل اخرى تمام؟ هي دي المشاكل اللي في الشركة لكن انا شايف ده افضل حاجة يعني اللي هو الOTF ده ده افضل حاجة وتدخل لا عزرا الOTF الفوري ده افضل حاجة اللي هو العشر تلاف بحيث ان انت هتدفع مرة واحدة تلتمية دولار تمام؟ وخلاص وانتهى الامر على ذلك وتشتغل معاهم مفيش اي مشكلة تمام؟ طبعا دي تي فور اكس اعلنت ان هي نعلن ببالغ الاسف انه نظرا لوجود مشكلات كبيرة في البنية التحتية سنتوقف كان هدفنا منذ البداية تقديم خدمة استثنائية لمتداولينا في حين ان استمرار التشغيل سيكون ممكن الى اننا لسنا على استعداد لتقديم خدمة اقل من المستوى الامثل جميع المتداولين الذين سجلوا معنا في اخر 14 يوم منذ 22 يناير 2022 سيتم رد اموالهم بالكامل سيتم دفع ارباح للتجار الذين امتصلوا بالكامل لشروطنا واحكامنا وقواعد التداول الخاصة بنا خلال اسابيع القليلة القادمة في ضوء حجم المعاملات التي يجب التحقق منها قبل الدفع نطلب من المتداولين التحلي بالصبر سنقوم بمعالجة المدفوعات لجميع الحسابات المؤهلة بشكل منهجي نشكر جميع المتداولين لدينا على الدعمهم الكبير ونتمنى لهم جميعا نجاحا كبيرا في تداولهم في المستقبل دا لو فيه مستقبل يعني الشركة نصبت يعني دي تي فور اكس افتح الكوس وكتب دي تي فور اكس من ضمن اللي هم يعني رحلوا عن سماء شركات التمويل في سوق الفوركس نتمنى ان احنا يخيب ظننا والشركة تطلع صادقة لكن الحقيقة يعني فيه تعصرات شديدة جدا في هذه الشركة فحزاري من الدخول في هذه الشركة في الاوين يعني هم خلاص سكروا يعني الحسابات لكن خلاص حتى لو فتحوا مجددا ما تدخلش معهم حتى لو فتحوا مجددا دي تي فور اكس لا ارشح الدخول معهم بهذا اصدقائي نكون انتهينا من التقييمات الخاصة بشركات التمويل طبعا احنا كانوا مفروض نعمل اكتر من كده في شركات اخرى مفروض نعملها لكن فعلا الواحد ارهق للغاية طيب السؤال الان اي الشركات افضل يعني انا بالنسبة لي اي الشركات افضل على حسب انت عاوز تشتغل ايه هل انت مضارب شرس ولا عاوز تشتغل شغل استثماري لو مضارب شرس هقولك ادخل افتي ام او تمام لان افتي ام او هتطيح لك ان انت اه هتشتغل خلال شهر واحد وتقدر تحصل على مئتين الف او مئة الف والتاجر بشراسة شديدة وتحصل على ارباحك تمام طيب لو انت رجل مستثمر لا لو انت مستثمر لا في شركات كثيرة تقدر تدخل فيها تمام منها 5% الحساب الخاص بالمئة الف ده رجل مستثمر اللي هو في نهاية الامر هيصل الى اربعة مليون دولار تمام او سيتي تريدرز اللي انت في نهاية الامر في حساب واحد انت هتشتغل عليه هتصل الى اتنين مليون تمام لو عملت حسابين هتصل الى اربعة مليون انا بقول لك الشركات اللي هي ذاتة مصداقية عالية اللي انت هتدخل وتدفع المصاري ومش خايف على المصاري لانهم بيقدموا لك حسابات حقيقية طبعا سيتي تريدرز و 5% دول من اقوى الشركات دول اقوى شركتين ومعهم طبعا ftmo بس ftmo هو بيعيبها مسألة الشهر هتقدر تكتاز التقييم في مسألة الشهر وبعد كده التحقق في شهرين ادخل ftmo شركة اكثر من رائعة مش هتقدر خلاص خليك في الشركتين دول تمام اللي انا برشحهم لك سيتي تريدرز او 5% طيب التقييم القاص ب ماي فوركس فاند انا شايفه ممتاز المصاري القاصة بيه قليلة وزي الفل تمام طيب تريدرز سنتر فاند ادخلها الخطة اللي انا قطتلك عليها ديت خطة جميلة تمام اللي هو التمويل الفوري عندهم ممتاز وحتى التقييم العادي بس التقييم الفوري افضل تمام لان التقييم الفوري انت نصف بالمئة مجرد حسن اعملت نصف بالمئة فقط بتحصل على ارباح تمام والحقيقة ان الشركة ديت في الاوين الاخيرة تريدر سنتر فاند في الاوين الاخيرة حصلت على تقييمات عالية جدا وناس قاعدت تشكر فيها وبسبب اللي هو التقييم اللي هو الفوري تقييم الفوري فيه ناس سحبت منه كتير تمام بالتوفيق ان شاء الله وما تنساش لايك وشير للقناة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة